الاقتصار على تسلية واحدة يرى بعض الولماء جوازها في النافلة فقط ويرى آخرون جوازها في الفرض والنفل والصحيح أنه لا يجب أن يتصل عليه لا في الفريضة ولا في النافلة وأن الواجب أن نسلم مرتين لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم من الصلاة مرتين ويقول صلوا كما رأيتموني وصلي فكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواضب على التسلمتين يدل على أنه لا بد منهما وهذا هو المشهور عند علماء الحناب لا رحمه الله